السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تكونوا كمان بخير يمكنكم درس الصلاة للسنة الأولى ومتوسط بسم الله هيا نبدأ تعريف الصلاة لغة الدعاء بالخير شرعا هي قربة فعلية من الله تعالى تتكون من أفعال وأقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختم بالسلام بنية العبادة حكمها الصلاة فرض عين على كل مكلف دليل حكمها قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين مكانتها في الإسلام للصلاة مكانة عالية في الإسلام فقد فرضت في السماء في حدث الإسراء والمعراج كما أنها الركن الثاني في الإسلام وهي الفاصل بين الإسلام والكفر هذا وتعد عمود الإسلام الحكمة من مشروعية الصلاة التقرب الدائم لله في كل وقت على مدار ساعات اليوم والليلة بقى لسان المسلم رطباً بذكر الله من غراءة قرآن ودعاء أثناء الصلاة وما يتبعها من أذكار عقب انتهاء الصلاة الصلاة بخشوع وضمأنينة سبب لتطهير القلب من الذنوب والأثام والأحقاد الصلاة حاجز منيع تمنع المسلم من الانزلاق نحو الفاحش الرذيلة والمعصية تهذيب النفس وإجبارها على التواضع حينما يقف المرء بين يدي ملك الملوك الجبار تعويد المسلم على الالتزام بمواعيد والانضباط وآداء الفعل بالكيفية المكلف بهم مع الالتزام بالهدوء والسكينة والوقار شروط وجوب الصلاة الإسلام البلوغ العقل دخول وقت الصلاة شروط صحة الصلاة أولاً الطهارة من الخفض النجاسة ثانياً الطهارة من الحدث ثالثاً طهارة المرأة من دم الحيض والنفاس ثالثاً دخول وقت الصلاة رابعاً استقبال القبلة خامساً عدم النوم والغفلة سادساً سطر العورة سابعاً بلوغ الدعوة ثامناً وجود وسيلة الطهارة والقدرة على استعمالها فرائض الصلاة النية تكبير الإحرام قراءة الفاتحة القيام لهما للقادر في الصالة المفروضة الركوع رفع من الركوع السجود الرفع من السجود الجلوس بين السجدتين الجلوس بقدر السلام والسلام طمأنينة والاعتدال أثناء أداء أعمال الصلاة ترتيب أعمال الصلاة نية الإقتداء بالإمام في صلاة الجماعة متابعة الإمام في أقواله وأفعاله سنن الصلاة سنن القرآن قسمان سنن الصلاة المؤكدة أولاً قراءة ما تلسر من القرآن الإسراء في موضوع السر الجهر في موضوع الجهر كل تكبيرة سوى تكبيرة الإحرام قول سمع الله لمن حمده للإمام والمفرد التشهد الأول التشهد الثاني الجلوس للتشهد ما عدا لحظة السلام من السنن غير المؤكدة القيام لقراءة القراءة في صلاة المفروضة رد المأمون السلام على الإمام يصاره الإنصاط للإمام أثناء القراءة الجهرية الصلاة الإبراهيمية الإقامة الجهر بالسلام الزائد على القدر الواجب ومن الطمأنية مبطيلات الصلاة إلغاء النية الضحك النفخ بالفم العمل الكثير المخالف لأعمال الصلاة ترك فرض عمدا الأكل والشرب عمدا لكلام الخارج في عن الصلاة إلا لإصلاحها كشف العورة كذلك تعمد القيء استبدار استبدار القبلة نقض الوضوء تعمد زيادة فرض عملي يعني ركعة يعني ركعة وسجدة زيادة ضعف عدد ركعات سهوا تذكر صلاة فائتة